اشتركوا في القناة وفي الوقت الذي يرفض مجلس الشورى رفضا قاطعا التدخل السافر من قبل البرلمان الاوروبي في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وتعمد تزييف الحقائق والتعرض للمملكة بصورة مسيئة ومستنكرة فانه يؤكد ان هذه الممارسات العدائية تمثل خرقا واضحا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتفافا واضحا على الاعراف البرلمانية معبرا المجلس عن السياه الشديد لقيام البرلمان الاوروبي بمناقشة قرار يتضمن اكاذيب ومعلومات لا تمثل الحقيقة بصلة ولا تسند على اي ادلة بل انها تعكس اراء تحريضية وتحمل اجندات سياسية مشبوهة تريد النيل من السمعة والمكانة المرموقة لمملكة البحرين وينوه مجلس الشورى الى ان القرار الذي وافق عليه البرلمان الاوروبي اخفل جميع الجوانب المضيئة في سجل حقوق الانسان للبحرين والمحطات المتعددة التي اثبتت فيها المملكة انها رائدة ومتقدمة ومتفردة في هذا المجال اشتركوا في القناة